اشتركوا في القناة يعني يقول إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها وبالتالي أيام رمضان هي نفحات يجب أن نستغلها والجمعة نفحة يجب أن نستغلها وأيام الحج وعشر ذي الحجة أيام يجب أن نستغل لها فيما يرضي لها عز وجل إذن الأوقات الفاضلة الناس يتفاضلون فليس في البشر كرسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا الأمكن تتفاضل فبعض وأفضل من بعض فليس كل مكان كمكة المكرمة والأزمنة أيضا تتفاضل الناس يتفاضلون فالنبي خير البشر صلى الله عليه وسلم والأماكن تتفاضل فخير مكان هي أطوأ أطهر مكان هو مكة المكرمة والأزمنة أيضا تتفاضل وقد خص الله تعالى بعض الأوقات الفاضلة التي تتنزل فيها الرحمات مثال يعني ميزها بمزيد من المزايا والعناية ليستغلها الإنسان بطاعة الله تعالى منها ليلة القدر خير من ألف شهر الله عز وجل يقول ليلة القدر خير من ألف شهر ووقت الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ويوم عرف قال صلى الله عليه وسلم الحج عرف وأيام شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ويوم الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وأيام الأعياد هذه الأيام التي يجب أن نستغلها أيام عبادة نمضيها بالطاعة والصلاة والقيام والعبادة فنستغل كل لحظاتها في طاعة الله سبحانه وتعالى إذن الأوقات الفاضلة كما ذكرت لكم كما أن الناس يتفاضلون وكما أن الوقت المكان يتفاضل كذلك الزمان يتفاضل فليلة القدر خير من باقي الأيام خير من باقي الليالي ووقت الفجر خير من باقي الأوقات ويوم عرف خير من باقي الأيام وشهر رمضان خير من باقي الشهور ويوم الجمعة خير من باقي الأيام والعيد خير أيضا من باقي الأعياد وباقي الأيام إذن هذه الأوقات الفاضلة عند المسلمين طيب ما هي علاقة الوقت بمرحلة الشباب شو علاقتكم أنت يا شباب أيها الشباب جميعا ذكورا وإلاثا ما هي علاقتكم بالوقت ما هي علاقة مرحلة الشباب بالوقت أن أبين أهمية الوقت في مرحلة الشباب يعني يقول اغتنم خمساً يقول صلى الله عليه وسلم اغتنم خمساً قبل خمساً شبابك قبل هرمك شبابك قبل هرمك أنت الآن في عز الشباب في حيوية في قوة قم في الليل فصلي وقم ويعني اقرأ واحفظ ذاكرتك قادرة على حفظ كتاب الله عز وجل فاحفظ تستطيع أن تصبر على أن تجلس فتقرأ ساعات متواصلة من كتاب الله اقرأ طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم صلها لا تدع يفوتك شيء من السنة للرواتب لا تدعها تفوتك فأنت في مرحلة الشباب إذن الوقت ومرحلة الشباب تعد مرحلة الشباب الفترة اليانعة من حياة الإنسان وزهرة العمر ووقت القوة والنشاط كما أنها الفترة التي تتجاذب بها النفس قوة متعددة ورغبات يعني الشاب عندما يختار طاعة الله تعالى على الفسق والمعصية هذا خير الشباب كما أنها يعني يبتعد عن الرغبات المتنوعة ويعني لكن العاقد يعرف أن هذا الدور مهما طال فمآله إلى الهرم والعجز ثم الفناء فليغتنم كل شاب فترة شبابه بفعلية خيرات والمسارعة إلى الطاعات لأن الشاب الصالح الذي استغل وقته في طاعة الله كان أحد الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الحديث سبعة يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال صلى الله عليه وسلم شاب نشأ في عبادة الله شاب شتان ما بين شاب نشأ في طاعة الله وشاب نشأ في الببجي وشاب نشأ في البعد عن الله عز وجل وشاب نشأ في الملعب وشاب نشأ في الشارع وشاب نشأ في الطريق والكلام البديء شتان بينهما بين نشأ على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فعليك أيها الشاب أن تستغل وقتك فيما يرضي الله سبحانه وتعالى الآن سأذكر كيفية الاستفادة من الوقت كيف تستفيد من الوقت كيف ماذا تفعل الاستفادة من الوقت إذا أدرك الإنسان أهمية الوقت في حياته استغل أيامه بفعل الخير لنفسه ولمجتمعه قال تعالى والعاصر إن الإنسان لفي خسر إلا من إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فعليك أن تستغل وقتك فيما يرضي الله سبحانه وتعالى لذلك وجه الإسلام وجهنا إلى ما يلي ألا أتقرب إلى الله تعالى بما فرض علي من العبادات والطاعة لا أقصر بما فرض علي اتنين أتعلم العلوم النافعة التي تعود علي وعلى وطني بالخير والرفع وأيضا أساعد والدي في وقت الفراغ إذن بمعنى كل هذا الكلام يقول لك يجب أن تستفيد من الوقت فيما ينفع وتبتعد عما يضر وعما يذهب وقتك سدى هل الوقت أهمية في بناء الحضارة؟ نعم إن الوقت له أهمية كبيرة في بناء الحضارة أدرك المسلمون الأوائل قيمة الوقت فاستثمروه فكتبوا الكتب وتعلموا العلوم وألفوا المجلدات وملأوه بكل عمل نافع ومفيد حتى أسسوا للدنيا حضارة شامخة ومجدا عريقة وتركوا لنا مصنفات دقيقة ومتنوعة لا تزال الكثير منها تدرس إلى اليوم ولا نستغلب عندما نقرأ أن من العلماء المسلمين من بلغت أعداد مؤلفاته وكتبه المئات وما ذلك إلا حرصهم على أوقاتهم وتسخيرهم لطلب العلم والمعرفة لو سألتكم الآن أنتم من منكم يقرأ في الشهر كتابا أو كتابين أو ثلاثة من منكم يفكر بأن يقرأ أن يقرأ كتابا في الفقه أو كتابا في اللغة العربية أو كتابا في التفسير أو غيرها القليل القليل مننا إلا من رحم ربي والباقي قد أضاع وقته في الجوال وأضاع وقته في ما لا ينفع وأضاع وقته في الطرقات وفي التلفاز وفي اليوتيوب وغيرها أي أمة تسعى إلى الرقي والمجد لا بد لأبنائها من استثمار أوقاتهم وتنظيم حياتهم وتوزيعها بالشكل الصحيح المثمر الذي يعود بالنفع على الفرد والمجتمع فيجب أن تستغل وقتك فتتعد عن الفوضى لأن الفوضى أول أعداء النجاح نظم وقتك وأعمل برنامج وابدأ به من كان مقصرا فليبدأ من اليوم من كان تاركا للكتاب ودراسة فليبدأ من اليوم نظم وقتك فما زال أمامك متسع وأمامك فسحة من الوقت عليك أن تستغلها وسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في أوقاتكم وأن يبارك لكم في دراستكم وأن يبارك لكم في عبادتكم وتكون إن شاء الله عز وجل في أعلى المراتب وأعلى المناصب بإذن الله تعالى طيب ماذا يجب عليك أيها الشاب اليوم؟ ما واجبك؟ الواجب على الشاب اليوم إدراك أهمية الوقت وضرورة استغلاله في الخير والمعرفة والبناء وأن تعرف الأولويات فتقدمها على الجزئيات والكماليات أنت اليوم على سبيل المثال أنت أمامك هدف سامي ألا وهو أن تنجح في صف التاسع نجدك تقرأ في مجلة طيب اترك تلك المجلة وقرأ في كتابك اعرف أولوياتك أدرك أهمية هذا الوقت أيضا لابد من تنظيم الوقت ويعضاء كل جانب حقه من العلم والثقافة والراحة يعني لا أقول لك أن تنضي 24 ساعة دراسة ولا 24 ساعة راحة ولا 24 ساعة ثقافة بل ننظم وقتك فاجعل لنفسك يعني وقتها في الدراسة ووقتها في الثقافة ووقتها في الراحة هذا واجبك إدراك أهمية الوقت معرفة الأولويات وتنظيم الوقت هكذا نكون طلابنا الكارم قد وصلنا لنهاية الدرس تحدثنا فيها عن قيمة الوقت أهمية الوقت الوقت ومرحلة الشباب الاستفادة من الوقت وكذلك الوقت وبناء الحضارة هذا الواجب نتناقش في حله في الدرس القادم بإذن الله عز وجل أشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة